اشتركوا في القناة اهل المدينة مذهب الاحناف اللي ابو يوسف منهم لو الامام صلى مش متوضي لو اكتشف انه مش متوضي هو يعيد واللي وراه كلهم يعيده تاني مذهب اهل المدينة لو الامام صلى وهو متوضي مش متوضي انا اسف واكتشف انه مش متوضي اهل المدينة بيقوله الامام بس اللي يعيد اما الاحناف بيقوله لا لو الامام صلى وهو مش متوضي يا جماعة هو يعيد وكل الناس اللي بتصلي في الجامعة تجد إن شاء الله يكونوا عشر تلاف واحد فأبو يوسف تلميذ أبو حنيفة راحل مدينة وساعتها الخليفة خليفة المسلمين أمير المؤمنين قال له صلي بالناس الجمعة فصلى بالناس الجمعة والكلام ده موجود في مجموعة الفتاة والشيخ السلام فصلى بالناس الجمعة واحفظوا يا جماعة القصة دي زي احفظوها كده زي يقولوا الله أحد فصلى بالناس الجمعة وبعدين اكتشف أنه مش متوضي فلما خلص الصلاة عدل وحده مع أن رأي الأحناف اللي أبو يوسف إمام في الأحناف اللي كنا نعيد مش أنا بس اللي عيد لوحدي يقول استخلفه في صلاة الجمعة فصلى بالناس ثم ذكر أنه كان محدثا يعني مش متوضي فأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة فقيل له في ذلك فقال الإمام أبو يوسف الحنفي اللي رأيه أن الناس كلها تصلي مش هو بس اللي يعيد الصلاة فقال ربما ضاق علينا الشيء صعب أني أمشي على الرأي ده فأخذنا بقول إخواننا المدنيين أين الحق يا أبو يوسف هو المفروض عنده في المذهب الحنفي أن أنا أعيد ولا ورايا طب ليه عدت لوحدك وما خلتهمش يعيده وأفتت بمذهبك قال بصراحة الموضوع ضيء علي صعب ناس كتيري بتصلي ورايا وأنا عند أهل المدينة في مذهبهم مذهب الإمام مالك أنهما ما يعدوش لو أنا مش متوضي فقال ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين يعني أنت فين الحق عندك فين الصح عندك الصح قول الإمام مالك الكل على هدى والكل يريد الله الصح قول سفيان الثوري إذا رأيت الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره وهي مسألة فيها اختلاف فلا تنههوا الصح أقوال قول شيخ سيدنا ابن المبارك لما كان بيدور على الدليل بتاع المخالف علشان لما المخالف يقول رأيه مخالف رأيه يقوله صح بصراحة لقيت لك دليل بدل ما يدور على الدليل اللي ينتقصه ويشتموا به وأنت مش فاهم حاجة في العلم الصح المدرسة النبوية ترجمة نانسي قنقر